صمت انتخابي يهيمن على ساحة الانتخابات العراقية استعدادا لاقتراع المقرر غدا والذي يشهد العديد من التحديات بعد القضاء على تنظيم داعش وكان رجال الشرطة العراقية والجيش والعراقيون في الخارج قد بدأوا عملية التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان وستكون مهمة الأعضاء الجدد في مجلس النواب اختيار رئيس للوزراء من أجل العمل على إعادة بناء الدولة بعد حرب استمرت ثلاثة عوام ضد تنظيم داعش وستكون الانتخابات المقبلة هي الرابعة منذ سقوط الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 ويتنفس فيها لشغل منصب رئيس الوزراء كل من رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي ووزير النقل السابق هادي العامري على منصب رئيس الوزراء بينما يتنافس ما يقرب من سبعة ألاف مرشح على ثلاثمائة وتسع وعشرين مقعدا من محافظات العراق باستخدام نظام التمثيل النسبي ومن المتوقع إعلان النتائج بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع محمد العظياني الإخبارية